إذن البركة الأولى التقاء العدل والرحمة في الصليب البركة الثانية هي المصالحة البركة الثالثة ما أروحها قال الرب يسوع المسيح وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذبوا إلي الجميع حسنا الحاجة سؤالي أخير نزار وحدتك يعني دارس ومستشرق وتعرف في قوانين الدول هل هناك فلسفة أو قوانين أو حكومات قدرت تجذب البشرية من خطيها وزنوبها وتخليها تتحرر من أثامها وفسادها هل الشيوعية أم الديكتاتورية أم الديانات أم 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 هناك شخص واحد وحيد جذب ملايين البشر إليه أخ نزار من النجاسة ومن الإدمان ومن الخطيئة ومن بدون سيف وبدون قانون رادع كيف جذبهم بصليب المسيح؟ جذب زك الحرامي وجذب السامرية الشريرة ومئات وملايين عبر البشرية كلها جذبوا إلى شخص الله من خلال صليب الرب يسوع المسيح يعني يتكلم عن جاذبية في قانون أقوى له جاذبية المسيح يعني يجذب البشر والنفس البشرية من خلال عمله ومحبته على سبيل المثال كان مصلوب جنب المسيح للصين المسيح جذب واحد تجاوب مع المسيح عندما قال للمسيح كان بيكلم زميله المجرم الآخر بيقول له نحن بعدل ننال استحقاق ما فعلنا أما هذا المصلوب على المسيح لم يفعل شيئا ليس في محله ثم قال ليسوع طالبا متوسلا أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له الرب يسوع المسيح الحق الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس إنها الجاذبية ترجمة نانسي قنقر